فكيف نستطيع أن نصهر بالصلاة نستطيع أن نصهر أيضا بمقاومة الشيطان نستطيع أن نصهر عندما لا ندخل في تجارب عندما ندرك أن حياتنا هي في ملء وبركة الرب فإحنا في معركة شرسة أحبائي وعلينا أن نقاتل هنا أتكلم عن حرب روحية حتى نكون على أتم الاستعداد لألا يأتي الهلاك بغتة كما يقول الكتاب فعلينا نصحة من السكر نتحذر نعيش حياة فيها بتمجد الله مش حياة اللي فيها لا مبالاة حياة عدم اكتراث بل فعلا نصل حتى لا ندخل في تجربة ألم تقدروا أن تصهروا ساعة واحدة صلوا لألا تدخلوا في تجربة اصهروا اصحوا واصهروا لأن الرب جاي في أي لحظة الرب راجع أحبائي من أجل هذا أحبائي خلينا ننتبه خلينا نحضر خلينا نستيقظ فإذن شو علينا نعمل لازم نعترف بكل خطية ونتوب عنها في مسحين كتير عندك خطية غير معترف فيها تعال اليوم طلعها من صدرك اعترف فيها للرب وخلاص شيلها من حياتك حتى فعلا تتفكي القيود عنك تعال احتمي بدم المسيح لأن احنا منغلب الشيطان بقوة الصلاة بقوة الكلمة المسيح انتصر بقوة الكلمة وأيضا بدم الرب يسوع المسيح أوعك تنخدع يقول لك دم المسيح أيوة دم المسيح هو اللي بيحميك من كل الشياطين ومن كل الأبالسة ودم يسوع المسيح مكتوب عنه يطاهر من كل خطية دم يسوع المسيح يقدسنا دم يسوع المسيح صار إلنا الدخول إلى السماء ودم يسوع المسيح يحمينا ويغطينا أيضا من كل المحاولات فالصهر هي حياة اليقظة والحراسة لألا تدخل الخطية الرابضة عند الباب فتلوث حياتنا فتتحول أنظارنا عن المسيح إلى العالم تبتدي الهموم وحياة الهزيمة وحياة الفشل حياة العار وحياة الخزي تبتدي حياتنا لا تمجد الله بأعماق قلبك عاوز تعمل شيء لكن ممسوك تعالي اليوم قل له يا رب حررني انقذني صلي هاي الصلاة قل له رحمني قل له يا رب أنا عاوز أكون مستعد كل الاستعداد لأن الشيطان بيستغل كل فرصة للهجوم أحبائي خليك في تواصل مستمر مع الله الآب خليك في علاقة وفي شركة خليك تستخدم كلمة الله تعمل وطيع مشيئة الله استخدم سلاح الصلاة استخدم سلاح الكلمة استخدم سلاح دم الرب يسوع سبح الرب مجد الرب عيش في توقع انه رب جاي في اي لحظة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة